بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا اهلا بجمهور الاهلي العظيم طبعا ملطقي بيكم بعد مباراتين في الدور العام وقيمتها خلال الفترة الأخيرة مبارات برماد زي التعادل الإيجابي مبارات سموحة فوز عريض وكاسح بالأربعة وبالتأكيد الناج الآلي بيرقز خلال الفترة اللي جاية وكل تركيزه على المبارات الإفريقية ونهاء دور أبطال إفريقيا ولكن قبل المبارات النهائية عندنا مباراتين في الدور العام مبارات طبعا المولين عرب إن شاء الله يوم الخميس ثم مبارات مصر المقصة مهم جدا التركيز في المباراتين القادمتين من أجل حصد ست نقاط ست نقاط في هذين المباراتين بإذن الله إن شاء الله هيكونوا دافع قوي قبل مبارات نهائي دور أبطال إفريقيا وفي آخر حلقة وأنا معاكم يوم الأربع اللي فات قلت يا جماعة نتجنب الحديث عن كل المستجدات الخاصة بدور أبطال إفريقيا وكل ما ينشر عبر السوشيال ميديا ونركز على المشوار المحلي ونركز على الهدف اللي بنشتغل عليه والهدف اللي بنشتغل عليه خلال الفترة الحالية هي مباريات الدوري العام الدوري العام للنادي الأهل بالتأكيد بيسعى لحصد كل النقاط في كل المباريات القادمة من أجل الصدارة وطالما الأهل في صدارة الدوري وركب الدوري صعب أي حد أو أي منافس يقدر ينافس الأهل حتى الرمك الأخير زي ما بيقوله دايما في منافسات كرة القدم حالة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل وفيها كوليس مهمة جدا وهنكمل على اللي بنقوله خلال الفترات السابقة والحمد لله كل حاجة بنقوله هنا ببرنامج التريندي بتحقق بعد يومين وبعد تلاتة وبعد اسبوع بنتأكدوا كل الأخبار اللي بنقولها أخبار صحيحة وحقيقية ومن مصادرها وبإذن الله إن شاء الله هنبدل دايماً في ظهر الأهلي وفي ظهر الفرقة خلال الفترة القادمة سواء في مباراة الدور العام أو حتى في المباراة الإفريقية وهنا خلاص بنقترب من خط النهاية والبطولة العشرة بإذن الله لكن لكل حادث حديث نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم سؤال حلقة اليوم النهاردة وهو متعلق بمباراة الأهلي والمأولين العرب هل تتوقعوا حدوث تغييرات في تشكيل الأهلي أمام فري المأولين؟ شاركوا معنا عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات ودائما جمهور الأهلي في توقعاته للتشكيل بيكون قريب أو دائما من الأحداث وبيتوقع التشكيل بنسبة كبيرة لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفري يستأنف تدريباته استعداداً للمأولين كمان في ترند الأهلي جهزية ربيعة لمواجهة الزئاب وفي الترند العالمي نيمار يتمنى مواجهة ميسي في نهاي كوبا أمريكا كوبا أمريكا وحنا خلاص في الفصل الأخير البرازيل فاسد بالأمس على بيرو بهدف مقابل لشيء وفي انتظار مواجهة نيمار أمام ميسي هل ينجح ميسي اليوم في تخطي كولومبيا وكل فريق أو كل لاعب في هذا الفريق سواء البرازيل أو رجنتين بيسعى للفوز بكوبا أمريكا لأول مرة رغم أن طبعاً البرازيل لها باع طويل في عدد الانتصارات والإحراز البطولات في كوبا أمريكا ونفس الأمر للمنتخب الأرجنتيني طيب مباريات اليوم النهاردة عندنا مباريات مهمة في نصف نهاي اليورو ونصف نهاي كوبا أمريكا نصف نهاي اليورو المباراة المنتظرة المباراة الكبيرة إيطاليا مع إسبانيا النهاردة الساعة التاسعة مساء نصف النهائي بنسبة كبيرة الفائز في هذه المباراة في الفوز بي المباراة النهائية رغم أن طبعاً طرفي النصف النهائي الآخر فريقين بالتأكيد كبار في أوروبا لكن إيطاليا وأسبانيا عاملين نتائج متميزة وبالأخص المنتخب الإيطالي كوبا أمريكا وفي فجر الغد بعد منتصف الليل وتحديداً في الساعة الثالثة من فجر الغد الأربعاء كولومبيا هتلعب مع الأرجنتين الأرجنتين على بعد خطوة من الوصول للفاينال وزي ما لطلقوا الكل بينتظر مواجهة ميسي مع نيمار وكان نيمار وجه الدعوة ميسي في انتظارك في المباراة النهائية لكوبا أمريكا يوم السبت القادم هل ينجح ميسي في تخطي عقبة كولومبيا؟ خاصة أن مشوار ميسي دائماً مع منتخب الأرجنتين عكس مشواره مع فريق برشلونة دائماً للمنتخب الأرجنتيني مع ميسي نتائجه سلبية فهل ينجح ميسي مع الأرجنتين في تخطي كولومبيا والوصول للفاينال؟ دا عن طبعه النهاردة أو تحديداً فجر الغد بإذن الله عشان نشوف مين هيكون طرفية نهائي كوبا أمريكا البرازيل وأرجنتين ولا هيكون البرازيل وكولومبيا طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ نكمل بقى تفاصيل الحلقة وعندنا كلام مهم جداً النهاردة زي ما انتم متعودين معنا في فقرة ترند ترند أهلاً بحضراتكم مين جديد وفقرة ترند ترند طيب عندي تلات موضوعات عايز أتكلم ما فيهم أول موضوع هنأكد اللي احنا قلنا الحمد لله الإسبوع اللي فات وأنا أفكر الإسبوع اللي فات على مدار يومين التلاتة والأربع قلتلك يا جماعة سبكم من الكلام اللي بيكتب عبر السوشيال ميديا والنهاية هيتنقل والمطش ممكن يتقدم يومين والن الفاينال من السبعتاشر قلتلك كل الكلام ده اجتهادات وموجودة عبر السوشيال ميديا فقط لكن على الأرض الواقع وفي الاجتماعات الرسمية ما فيش أي حاجة من الكلام ده خالص وبالفعل الحمد لله يمكن يوم الجمعة الماضية يعني اليوم الجمعة ويوم السبت حصلت اجتماعات وتم إرسال اللوايح التنظمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل الكلمة قلناها الإسبوع اللي فات حصلت بالملي الفاينال في المغرب الفاينال على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا في الدار البيضاء الماتش هيكون الساعة تسعة بتوقيت القاهرة يوم سبعتاشر سبعة فكرة تقديم الموعد الفكرة دي اترفضت من أول إرسال خطاب من حوالي خمس ستة أيام من قبل الإعلان الرسمي والموضوع منتهي على هامش إقامة المباراة النهائية في مكتب تنفيذي هيتعامل يوم سبتاشر ليلة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لده كمان يوم سبعتاشر يوم المباراة الصبح هيكون في دعوة لكل رؤساء الاتحادات الإفريقية عشان يكونوا حاضرين في المغرب لمنقشة بعض الأمور بشكل ودي مش اجتماع رسمي وهيكونوا حاضرين أيضا على هامش اجتماع المكتب التنفيذي وكل رؤساء الاتحادات الإفريقية هيكونوا حاضرين مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الملعب وتم توجيه الدعوة رسمية لهم من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي لوجود كل الوفود الرسمية إن شاء الله في الملعب وهيكونوا حضرين مباراة الاهلي وكايزر ايتشيبز فكل اللي بتقال هنا في ترند الترند الحمد لله بتبقى ثقة من المصدر ثقة في المعلومة وبنبقى دايما حرسين نقول لكل السادة المشاهدين على الجديد في كل هذه المتغيرات لان دايما السوشيال ميديا للأسف ممكن تروح مع خبر او معلومة بتتكتب هنا او بتتقال هنا مش هيتأكدوا بالمدى صحة المعلومة هم بياخدوا المعلومة بيانشرها على طول لكن احنا هنا حرسين احنا دايما نوصل المعلومة الصحيحة لكل السادة المشاهدين نعرف الناس ايه اللي بيجرى و ايه اللي بيحصل حتى كمان لما حصل تعديل على فكرة الاشواط الاضافية ورقلات الجزاء لغاية يوم الجمعة كان الكلام رايح في سكة الماتش ضربات جزاء على طول طبقا للليحة القديمة 2019 لكن الكاف قالك لا هنمشي بالليحة الاستثنائية اللي اتعاملت السنة اللي فات وبالفعل 90 دقيقة اكسترا تايم بعد كده رقلات جزاء الترجحية فدايما الحمد لله معاكم في الجديد وبنقول لكم دايما على طول اللي بيحصل فيه كواليس ومشاركات الاهلي تحديدا في البطولات الافريقية لا يتبقى فقط سوى بقى التركيز في المباريات المحلية القادمة وبعد كده نبدأ نفكر بقى في مشوار الالف افريقيا اللي بإذن الله ان شاء الله بنسبة كبيرة الاهلي هيسافر يوم 13 سبعة خاصة ان فيه اجراءات تصحية هتتعامل هناك تحديدا اللي 72 ساعة اللي قبل المباراة هيكون فيه اجراءات ودخول الفقاعة التوبية خاصة ان البعثات الرياضية اللي بتسافر المغرب في هذه الفترة ستخضع لي الفقاعة التوبية والاجراءات الاحترازية في ظل ان فيه حجر صحي لأي شخص مسافر للمغرب الفترة الحالية اذا لم يكن يعني خد لقاحها كورونا لا بيخش الحجر صحي حتى لو معاه بيسيقر سلبي والحجر المدت من اسبوع لعشر تيام لكن لو بيعثة رياضية بيطبع عليها نظام الاجراءات الاحترازية والفقاعة التوبية وهتستمر في داي 72 ساعة قبل موعد المباراة النهاية ربنا يكرمنا بإذن الله يوم 17 سبعة وما نوصلش للإكسترا تايم ونخلص الماتش من التسعين دي او يكون الاهلي بإذن الله حامل للقب الافريقي وتكون البطولة العشرة بإذن الله وكلنا ثقة في اللعيبة وفي الجهاز الفني للاستعداد بشكل قوي لهذه المباراة طيب دي جزئية الجزئية التانية وبرضه من فترة كنت تلقى تكلمت على بطولة 99 وجهت سؤال للتحاد القرى امتى يا جماعة تفصلوا في دوري 99 يعني الفرق كانت بتتمرن يعني فريق قالي تحديدا كان بيتمرن الفترة السابقة عشان يستعد للبطولة اتحاد القرى حدد معاد وبعد كده أجل إقامة هذه المباراة انبارح اتحاد القرى عمل اجتماع ويحددوا أو اعتمدوا كل بطولات الناشئين بالفرق الفائزة بها لكن لم يتحدث ولم يشير حتى إلى دوري 99 قالك الـ 2001 الأهل فاس به 2003 الزمالك 2006 الأهل فاس بالقرع طيب الـ 99 ازروفها ولا عشان دوري 99 هذه المباراة مرتبطة بنتيجة مباراة الزمالك في الدور العام بسبب مشاركة أحد اللاعبين واللي لم يعني يستنفذ مدة العقوبة في دوري 99 كلنا عارفين الخطأ اللي حصل واتحاد القرى من وقتها من بعد هذا الخطأ مش قادر ياخد قرار في دوري 99 أنا بجبلكو من الآخر وبصراحة أي قرار هياخد اتحاد القرى في دوري 99 هيكون ليه أثر كبير جدا على ترتيب الدور العام ونقاط فرق الزمالك والآهلي في الدوري الفترة اللي جاية فعشان كده واصق إن اتحاد القرى مش اخد قرار في 99 وأقصى حاجة ممكن يقولك في النهاية أصلها دورة تنشطية مش دورة رسمية طب إيه بعتقول أي حاجة عشان على الأقل النادي الأهلي لو عايز يبدأ يشتغل الفترة الجاية ويحضر للملف ده الفترة الجاية يكون عارف وبيشتغل إزاي على الأقل حتى على مستوى اللاعبين يعني أنا عندي لعبة في 99 هأيدها في البطولة الإفريقية القادمة من ضمن الاربعين اللاعب ولا مش هأيدهم هطلع إعارات ولا مش هطلع يعني على الأقل يفيدني عشان ما تكونش الخسائر مالية وفنية وإدارية وكل حاجة إنت عندك خطأ بتحاول تداري هذا الخطأ ما تعملش مشاكل وأخطاء تانية لفرقة بتحضر وبتشتغل سواء في خطاعة ناشئين حتى بتحضر للفريل الأول اللي بيشتغل على قيمة المسلم القادم الإفريقية لأن المسلم القادم بالتأكيد هيكون فيه تفاصيل كتير مزدحمة مباريات محلية ودوري ومسابقات ناشئين فيه كلام كتير جدا فلما تعتمد البطولات قول دورة 99 إظروف ما تجيش عند 99 وتعمل نفسك مش واخد بالك لأن هنا هيبقى فيه فكرة بقى إن إحنا إيه بنركز في النتائج وبنلعب في النتائج وبنقولش 99 حصل فيه إيه والدورة الممتاز تأثيره إيه عليها أنا كده بنخش بقى بسكة بعيدة وبنحاول نبعد عن فكرة التسعة وتسعين طيب الموضوع التالت وفي ظل إن الأهلي الحمد لله يعني ماشي في الدوري بشكل طيب وعرد المباراة المتبقية بإذن الله إذا الأهلي فاز بعرد المباريات بالنقاط الكاملة هيتخطى الزمالك وهيكون فيه ضغوط على الزمالك الفترة الجاية للحاق بالنادي الآن المباراة الأخيرة ممسموح الحمد لله النتيجة كانت ممتازة جدا وقبل النتيجة كان الأداء وقبل النتيجة والأداء هو التحدي والإصرار وروح الفنانة الحمرة إن الأهل لما بيتعادل مباراة أو لقدر الله بيخسر بتبقى المباراة التانية صعب على أي فريق يواجه النادي الأهل وده على مداري التاريخ الناس كلها عارفة إن الأهل لما بيتعادل في أي مباراة أو لقدر الله بيخسر استحالة يتقرر ده الأمر للمرة التانية على التوالي فكانت مباراة سموحة جرس انظر للكل ان ما حدث في مباراة بيرمتز هو كان بيدينا احنا واحنا اللي ممكن ما نكونش خدنا المباراة بجدية في الجزء الاخير لكن اللي حصل ده انا شايفه من وجهة نظري استفادة كبيرة جدا للفترة القادمة ده ظهر في مطش سموحة بإذن الله انا استمر عليه في مطش المقولين ثم مباراة المقصة المباراتين القادمتين يا جماعة مباراتين صعبتين جدا مطش المقولين بيقود المقولين عماد النحاس وبيعمل مباراة كبيرة ودائما المدربين الاهلي اللي بيقودوا الفرة في الدوري في مباراةهم مع الاهلي بيعملوا مباراة كبيرة جدا وبيعملوا نتائج لو نتذكر في السابق مختار مختار وعدد المدربين كانت من ضمن اصعب المباراة الاهلي بيواجهها مع هذه اللي الفرة فمطش المقصة هيبقى صعب مطش المقولين هيبقى صعب وفي ظل الصعوبة دي هتلاقي الناس بابطة تتكلم على صفقات وتعاقدات ولعيبة رايحة ولعيبة جاية وانت داخل على نهاية افريقيا يطلع يقولك اصل علي معلول رفض التجديد في الفترة الحالية هو باي منطق في مسؤول يفتح ملف تجديد مع لعب وعنده مباراة كل 72 ساعة وعنده نهاية افريقيا مش لما انخلص المشوار الافريق تبدأ الناس تحضر وتشوف القائمة بتاعتها السنة الجاية ازروفها هو عقد علي معلول هيخلص كمان شهر ولا شهرين ده لسه 14 شهر الفراغ اللي عند الناس اللي لدرجة لكل شوية طلعوا خبر ومعلومة عن النادي الاهلي ولا عشان النادي الاهلي مركز دايما في البطلات ومبتكلمش ومبيردش على حد ولا عشان النادي الاهلي دايما عنده عارف ان في الاعلام بيشتغل هو حر لكن في نفس الوقت النادي الاهلي عنده مشوار الفترة اللي جاية لازم يركز فيه ما بيفتحش القصص دي وبيردش على حد فالناس خلاص بقى امر مستباح كل واحد يكتب اللي هو عايزه وكل واحد يطلق اللي هو عايزه نفكر يا جماعة بالعقل الاهل هيتكلم مع علم علول دلوقتي وعنده مطش كمان عشرة يام نهاء افريقيا هيتكلم في صفقة لعب اجنبي وهو عنده خمس اجانب والخمسة موجودين وعنده نهاء افريقيا هيتكلم في معارين وفي صفقات وهو عنده نهاء افريقيا بعد عشرة يام اصبروا نخلص النهائي وعندهكم ملفات تتكلموا فيها زي ما انتوا عايزين لكن باي منطق الاعلام اللي المفروض ان هو يكون دافع قول الاهل اللي عنده بطولة افريقيا يفتح ملفات زي دي ده انتوا لما بتقولوا معلومة على فريق منافس ولو فيها نسبة من الصح وبترد عليكم بتعتذروا فكرة اللي احنا دايما نصدر اخبار غلط للسوشيال ميديا والناس تقعد تعلق عليها عشان في النهاية نعمل بلبلة وفرقة بتمسل مصر دخل على نهاية افريقيا ده لا كلام طبيعي ولا كلام منطقي ولسه الكلام ده مش دلوقتي ولا مفتوخ اصلا من اساسه في الفترة الحالية الاجتماعات اللي بتتمي دلوقتي الهدف منها تشكيل قطاع الناشئين الفترة الجاية والاعداد لقطاع الناشئين الفترة الجاية وكان عندكم صور وفيديوهات لاجتماع الامس لجنة التخطيط مع قطاع الناشئين قطاع الفريق الاول لسه ده مدرك لبعد نهاية افريقيا ملف ده يتفتح باذن الله لما ربنا يكرمنا وناخد العشرة باذن الله في المغرب وبعد كده بقى مع المشوار المحلي كل الملفات ده تفتح في توقيتها والنادي الاهلي معودكو دايما كل حاجة بتتدرس وبتتفتح في توقيت المناسب عشان نحضر بشكل قوي للفترة اللي جاي طيب اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض نبدأ نشوف بقى ازاي الاهلي بيستعد لمباراة المقولين العرب وازاي الاهلي بيركز فيه المشوار المحلي اللي جاي وست نقاط في مباراتين فأقل من 72 ساعة المقولين يوم الخميس والمقصة يوم الحد يا بيبو انا مش عارف اقولك بصراحة الفلارات والجرافيك اللي احنا شايفينه ياسر ابراهيم عمل مباراة عالمية مباراة الاخيرة امام سموحة والعالمية هنا مش بتكلم على اداء العالمية هنا في كيفية تحضير اللاعب لنفسه في التوقيت اللي ممكن الجهاز الفني يختاره فيه في اي لحظة بعد غياب بدري بنون بالسبب الانذاري التالت ياسر ابراهيم كان في الموعد وعمل مباراة كبيرة جدا تحضير نفسه جيد استعداد بدن وفني مميز جدا ودي الفرق الكبيرة الاساسي زي الاحتياطي في اي وقت تلاقي كله موجود في الموعد تحت رؤية الجهاز الفني طيب عايزين نتطمن على استعداد الفريق لمباراة المولين العرب ان شاء الله ويهي مباراة صعبة جدا بالمناسبة بيقود المولين الكابتن عماد النحاس لذلك في هذه اللحظات اثير مباشرة الى ملعب مختار تيتش بي جزيرة مع الزميل العزيز كريم احمد ده مراسل قناة الاهل عشان نتطمن منه وهو موجود في المران وفي ملعب التيتش اخر استعدادات الفريق وقدامنا طبعا فيه خلفية الصورة لكريم بدأ المران بالنسبة لكل اللاعبين مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد طبعا كل التحية لك ولكل جمهور النادي الاهلي عايز اتطمن منك على الاستعدادات كل اللاعبين قدامك موجودين في المران لك قدر الله في حد غايب ولا لأ والنهاردة المران هيبقى ماشي ازاي وكمان الاستعداد يعني خلاص بكرة اكيد ليلة المباراة ودخول في معسكر مغلق قبل مطش يوم الخميس بازن الله بالتأكيد طبعا يا محمد الحياة يعني الفترة اللي فاتت تحديدا الـ 24 ساعة الماضية ساعة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الاهلي الجهاز اللاعيب على اداءهم المميز والفوز المهم جدا في مرحلة غاية في الصعوبة وغاية في الاهمية عندنا عدد من المباريات التلاحم الكبير يعني الحياة المباراة سموحة يعني قدت رسالة كبيرة جدا طمأنينة للجمهور لعيبة النادي الاهلي بانت الشخصية والروح وبانت اهمية المرحلة وعلى المستوى الفردي والمستوى الجماعي الحقيقة يمكن كل كان كسبان وكانت مكاسب عديدة جدا زميلي محمد في مباراة سموحة بنتمنى وبنأمل تستمر الاسرار الكبير اللي فيه لعبة النادي الاهلي والشخصية والروح والهدف الوحيد وهو تجميع نقاط حتى مباراة افريقيا ومن بعدها لكل حدث الحديث لكن بنحي وبنهني طبعا كل لعبة النادي الاهلي بيتسو موسماني على قراءته الفنية المعتادة والممتازة لكل المباراة الحقيقة وان شاء الله بإذن الله تكون مباراة المقولون القادمة اللي على تكون على استاد بيترو سبورت يوم الخميس تكون استمرار لسلسلة الانتصارات مع الأداء المميز اللي بيخود بيه النادي الاهلي تدريباته ومن برياته تعرف محمد طبعا يعني التلاحم كبير 24 ساعة راحة مش كافية لعبة النادي الاهلي لكن مباراة بيرمز لعبة على طول دخلت فيه التدريبات ما كانش فيه راحة فكان لابد يكون فيه يوم راحة على لعبة النادي الاهلي للتركيز مرة تانية وتجديد دوافع بشكل كبير فالنهار نقدر نقول هيكون تدريب جرعة تدريبية قوية لفريق النادي الاهلي فيها جزء بدني اكيد هيكون وايضا كمان الجزء التكتك والخاص بكل اللاعبين بعد الصغرات ونقاط القوة الضعفة اللي خاصة بفريق المقاولون والقراءات المميزة والتحضيرات الخاصة ببيتسو مسماني ده امر معتاد بالنسبانا بينقصنا التوفيق في كل مورا محمد ومن كين بنقول حاجة مهمة جدا لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني مع التحضير والاجتهاد والاسرار والجدية اللي بنشوفها في لعبة النادي الاهلي لازم ربنا يكافئ اللاعبة ويكافئ الجهاز الفني بفوز واداء يسعد كله جمهور النادي الاهلي تعرف محمد يعني الفترة فاتت المباراة الاخيرة تحديدا عدد كبير جدا كان غايب من اللاعب النادي الاهلي يعني كنا بنفقد محمد هاني وبدر بنون وناصر ماهر واحمد رمضان بيكم وليد سليمان والترب واليا والظهور المميز ده جدا بيديك اشارة وبيديك رسالة للجيل بالكامل انت ذكرت الحقيقة ياسر ابراهيم على اداءه المميز دي رسالة مهمة جدا يعني الجهزية موجودة والفرصة هتيجي لكن ان انت تنزل وتقدي بالاداء ده دي رسالة مهمة جدا بتباين مدى الروح ومدى المنافسة الشريفة الكبيرة بين كل العبية النادي الاهلي بتطمننا بشكل كبير جدا اداء ياسر واداء اكرم اي حد بيكون متواجد بيكون بعيد شوية بينزل اما بياخد فرصة وبيتقالك بشكل كبير دي بتطمننا بشكل كبير وبتدي رسالة للجميع يا رب ان شاء الله بإذن الله استمر النادي الاهلي في تركيزه وفي اداءه المميز جدا اللي بيسعده كل جمهور النادي الاهلي والنهار ده بقى كمان على مدار التدريب محمد هنتطمن بقى بشكل عام بقى على محمد هاني هنشوفه ممكن تعالي محمد طبعا ممكن جاهز بشكل كبير احمد رمضان بك هنشوفه هيخش في تدريبات بكل قوة امتى هيخش القائمة كل الامور دي ان شاء الله هتتضدح على مدار التدريب لكن بجانب كل الامور كل اللعيبة متواجدة ان شاء الله النهار ده يكون جرعة تدريبية قوية لفريق النادي الاهلي يستفيد منها الجميع وان شاء الله بإذن لكم مباراة المقاولون العرب مباراة جيدة يستمر النادي الاهلي في سلسلة الانتصارات ويحصل ثلاث نقاط هيساعده النادي الاهلي بشكل كبير جدا محمد طيب كريم عايز اسألك على محمد الشناوي النهار ده كان بيخضع للكشف الطبي مع الجهاز الفني او الجهاز الطبي للمنتخب الوليمبي ليستعد ان شاء الله لدور التوقي خلال الاسبوع القادم هل الشناوي لحق بموعد التدريب هل خد لقاح كورونا النهار ده مع المنتخب الوليمبي ولا عايز اعرف اخبار الشناوي لانه خلاص احنا عندنا مطش كمان 48 ساعة فعايز اتطمن علي لانه بالتأكيد هيكون معانا بجوار علي لطفي قبل بقى ما يكون مع المنتخب الوليمبي بعد مباراة القايزر تشيفزي في الفاينال افراكيا ان شاء الله بالتأكيد يا محمد طبعا يعني الشناوي كان متواجد صباح اليوم لكن اقدر اقولك تواجد قبل التدريب بكعاته النهار ده للشناوي انت عارف النهار ده كمان المسحة اللي تبقى الخاصة به فريق النادي الاهلي قبل كورونا المباراة بتولتل الدوري العام نهار ده الشناوي حضر المسح ولحق التدريب يعني بنتمنى له طبعا كل التوفيق الشناوي سواء فيه رمبياد توكيو طبعا او مع فريق النادي الاهلي ويمكن كانت الاشارة والرسالة مهمة محمد للشناوي وعلي لطفي في المباراة الاخيرة الحقيقة الروح الكبيرة اللي بنشوفها بين الشناوي وبين علي لطفي يعني شناوي يمكن خلاص بعد الهدف الثالث فضل ان هو يكون علي لطفي متواجد ويمكن يكلم كابتن سامي امصان وكلم فيتسو موسيماني ان هو علي يمكن ياخد دور دي روح ومهمة جدا ورسال دولة كبيرة جدا. الشناوي متواجد في التدريب مع فريق النادي الاهلي التركيز كله محمد في مباراة المقاولون طبعا الشناوي عنده حلم ان هو يتقلق بشكل كبير في اولمبياد توكيو. حلم كبير طبعا لكل لعب على اي لعب يكون متواجد لكن اللي انا قدرى يعني ان الشناوي جاهز بشكل كبير جدا ضمن النهاردة يعني هيباني طبعا للتدريب ايضا كمان مدى جهزات الشناوي وايضا كمان مشيلي انا كنت طبعا مدرب الحراس والاداء الممميز جدا الحقيقة والروح اللي يبث ها في كل الحراس سواء علي مص年前 yılشنداوية الروح كبيرة جدا بين كل الحراس وburn كلubb Alitalee فيمكن ديب التمنها محمد يعني اتكلم وابأكد على هذا الامر لان الروح الكبير اللي بين اللعبة وبين الجهاز يعني باجتك بمرضودها كبير جدا في المباراة وبيعون شكل اكبر كمان مع جمهور النادي الاي اللي بيعمل وابتمنى بشكل مستمر ان لعب النادي الاهلي تستمر على الاداء والانتصار والشخصيح والروح الكبيرة جدا اللي بنأكد عليه في كل مرة يا رب إن شاء الله بإذن الله بس يعني لعبتنا حفز علامة الإصابات تدريبات تعدي بسلام بكرة كمان يكون تدريب أخير في نفس الموعد ومنها على طول مباشرة إلى أحد الفنادق القريبة استعدادة لمباراة المقاولين لهاكون يوم الخميس فيا رب إن شاء الله محمد كل الأمور تكون معنا ونقدر إن شاء الله بإذن الله أن احنا نحصل على ثلاث نقاط مباراة المقاولين ثم مباراة المقصة وبحسابات بقى تانية بشكل كبير جدا في مباراة البطولة أفرقية وأخذ حيز بسيط جدا من فكر النادي الآلي لكن إن شاء الله بإذن الله نركز في بطولة الدورة والقادم يكون أفضل إن شاء الله محمد بإذن الله زميل العزيزة كريم أحمد ده مرسل قناة الأهلي من ملعب التتش بجزيرة أنا بشكرك شكرا جزيلا كلها زي المعلومات والإضاحات وطمنتنا بشكل كبير على الاستعداد لمباراة المقاولين قبل ما أطلع الفصل كده في تلاتين ثانية ما خدتوش بقى لكم الناس كده في البعض كده كان بيحاول يزايد على النادي الأهلي واللعيبة الأولمبية لازم تكون مع المنتخب في دورة توكيو والأهلي لازم يسيب اللعيبة وإزاي ما ينفعش بهدوء وبكل بساطة بعد نهاية إفريقيا المنتخب عايز ستة عايز عشرة عايز خمسة الأهلي بيقول لك تفضل في النهاية احنا بنلعب بإسم مصر فالأهلي هيخلص نهاية إفريقيا ورغم أنه عنده خمسة ستة مباراة في الدورة أثناء دورة توكيو لكن بيسيب لعيبته المنتخب بالنمبي ده اللي ده واجب وطني على النادي الأهلي اللي كانوا بيزايدوا بعدما الأسامي خلاص راحت وشافوا الكم من عدد لعيب الأهلي هيكون مع المنتخب بالنمبي كله سكت لأن المزايد على الأهلي في المسألة تيه تحديدا غير وجبة وغير منطقية لكن طالما الأهلي أرسل لعيبته كل واحد بقى يعمل نفسه مش واخد باله واللي تقال قبل كده زاكرية السمك رغم أن كل الفيديوهات متوسقة والحمد لله الفترة دي التوصيخ بقى بالصوت والصورة زي ما انت شايفين يعني على عينك يا تاجر الحمد لله مرحلة تاريخية اللي احنا فيه هذي بتتوسق لمئة سنة جاية يلا كل التوفيق رب الان أهلي في مباراة المقولين ونهاء إفريقيا وكل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي إن شاء الله في دورة توكيو الأولمبية أخرج إلى فاصل بعد الفاصل نرجى مع بعض وتريند الأهلي ونشوف المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا عن النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا نبدأ مع بعض نشوف تريند الأهلي أول حاجة معايا الصفحة الرسمية أو الحساب الرسمي ليلا كورة على تويتر كتبوا رامي ربيعة جاهز لمواجهة المأولين العرب برامي كان بيعاني من إجهات بسيط كده خلال اليومين اللي فاتوا لكن إن شاء الله هيكون جاهز ليه مطش المأولين معايا أسر براهيم معاك كل اللي هيبع بإذن الله هيكون جاهزة لمطش المأولين وبدل بيرون بإذن الله يلحق به بمورات المأولين بعد مغابل المطش اللي فات بسبب الإنذار التالت طيب الصفحة الرسمية في الجول على الفيسبوك بيتكلموا على إن مصدر من الآلي لموقع في الجول الشناوي جاهز لخوض لقاء المأولين يوم الخميس المقبل بعدما لم يحصل على لقاح كورونا كان معانا زمننا كريم أحمد ووضحنا هذه الجزئية والنهاردة الشناوي انتظم في المران وخضع للمسحة وبإذن الله تكون سلبية ويكون جاهز لمطش المأولين يوم الخميس معانا أيضا من الحساب الرسمي معا في الجول على الفيسبوك عاما في الجول أن هناك موعدين محتملين لصفر الأهلي إلى المغرب هما الاثنين أو السلساء الموافق 12 أو 13 من شهر يوليو الجاري وإن كان الأخير هو الأقرب للصفر للمغرب عبر طائرة خاصة الفريع هيستحب طباخه الخاص وأخصاء تعقيم لضمان عدم تعرض أي من البعثة للإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي يتواصل الكابتن سامير عبد المدير الإداري مع مسؤول السفارة المغربية لإنهاء كافة الإجراءات استعدادا للصفر الأقرب أن يقيم الأهلي في نفس الفندو الذي أقام به العام الماضي قبل موجهة الوداد في نصف نهائي آنازاك طيب طبعا بالنسبة كبيرة الأهلي عنده مباراة يوم الحد يوم 11 إن شاء الله غاليمة بالنسبة كبيرة طبعا وده الأقرب الأهلي هي سافر يوم الثلاث يوم 13 عنده بقى فترة الاربع والخميس والجمعة 72 ساعة فقاعة طبية قبل موعد المباراة يوم السبت الساعة 9 بتوقيت القاهرة المباراة فاينال إفريقيا يوم السبت 17 سبعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة الاتحاد الإفريقي مسؤول مسؤولية كاملة على إقامة كل الفرق وإقامة فريقي الأهلي وقايزر تشيفز وكل المسؤولين عن تنظيم المباراة وأيضا الأطقم التحكمية لأنه كل هيكون موجود في فقاعة طبية بعيد تماما عن أي يعني دخول أي إعلام أو دخول أي جهات خارجية ليس لها علاقة بموعد المباراة أو إقامة المباراة أو بظروف المباراة حرصا على سلامة الفريقين وكل المسؤولين الخاصين بالمباراة وأيضا كمان عشان المباراة الحمد لله تتلعب في توقيت مناسب ما يكونش في أي شيء يعكر صفه المباراة أو لقدر الله غيابات بسبب فيروس كورونا خاصة أن نصف النهائي فريق كايزر تشيفزي ممكن كان تعرض لإصابة سبع لعبين بفيروس كورونا والمباراة نصف النهائي كان مهددة بعدم إقامتها في جنوب إفريقيا فبالتالي النهائي والفاينال في جراءات احترازية المغرب بيتنظمها مع الاتحاد الأفريقي وكل الأمور إن شاء الله هتسير على ما يرام والأهل كما هي عدته بيحضر بشكل جيد لمثل هذه المباراة الكبيرة ودايما مع الطباخ في كل الرحلات وطيارة خاصة وأيضا مسؤول عن التعقيم طيب الحساب الرسمي للمصر اليوم الرياضي على تويتر كتبه محمود قهربا يقترب من التواجد أساسيا في تشكيل الأهل أخيرا المصر اليوم الرياضي كتب خبر إيجابي عن قهربا أخيرا أريد خبر إن قهربا هيتواجد في التشكيل الأساسية أنا بقالي شهرين كل شوية قهربا ماشي قهربا مش مكمل الأهل بيفكر في عرض قهربا مسيماني بيفكر في استبعاد قهربا سبحان الله الراجل بيديله مساحة وقت والمساحة بتزيد في مباراة أخرى فخلاص بقى يعني إن شاء الله بإذن الله قهربا يكون مويد الفترة الجاية وأتمنى الإعلام يتعامل مع لعاب الأهلي وكانهم لعاب منتخب مصر بلاش دايما الأخبار السلبية والأخبار السيئة لو خبر حقيقي الأهلي بيعلنوا ما بيستناش حد يقول حاجة تانية الأهلي بيعلن الأخبار الحقيقة لكن الأخبار اللي زي دينا تمنى تستمر لأن دي الأخبار الصادقة كهربا بيلعب ربع ساعة في عشر دقايق الماتش اللي فات نزل نص ساعة الماتش اللي جاي ممكن تشكيل الأساسية أو يبدأ شوت تاني حسب رؤية بيتس موسيماني إن الفترة الجاية عنده لعابة رايحين منتخب اللي من بيبدور التوكيو فيبدأ يحضر كل اللعابة ومحتاج كل اللعابة وكهربا أحد العناصر الأساسية زي وزي حسين الشحات وزي كل اللعابة اللي بتشارك مع النادي الأهلي طيب الوطن الرياضي بيتكلموا على أرقام محمد شريف مع الأهلي هذا الموسم محمد شريف عمل نتائج وأرقام مميازة 37 مباراة أحرص 17 هدف خمسة منهم في دور الأبطال 11 في الدور المصري واحد في السبر الإفريقي 11 في الدور المصري ممكن ترتيبه يكون التالت أو الرابع في قائمة الهدفين لكن 11 هدف 11 هدف ما فيش رقالات جزاء ولا أي حاجة من كده 11 هدف 11 هدف ملعوبين ومهاجم مصر إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي طيب صحيفة الأهرام والحساب الرسمي للأهرام على تويتر بيتكلموا على أن الكابت المحمود الخطيب بيؤجل تجديد عقود الرباعي الكبار بعد نهاية إفريقي قلنا الكلام ده وعدناه لكن في البعض مصر أنه يملى الهوى بأي كلام خلال الفترة الحالية طيب الحساب الرسمي لبطولات بيتكلموا عن مصدر بالنادي الأهل البطولات تلقينا عرضا من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع حسين الشحات الإدارة رفضت فتح هذا الملف في هذا التوقيت بسبب نهائي دور أبطال إفريق الحمد لله بطولات بيأكد اللي احنا بنقوله طيب دي الأخبار ودي الموضوعات والعنوين الموجودة عبر السوشيال ميديا بخصوص الأهلي واستعداده للمعاولين وبعد الأخبار على العدد من لعبي النادي الأهلي إن شاء الله كل التوفيق في مباراة المولون نعمل نتيجة طيبة بإذن الله خاصة أنها هتفرق كتير قوي قبل مباراة المقصة والسفر بعد كده للمغرب لنهائي دور أبطال إفريق أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا نكملين بحضراتكم بقية فقرات برنامج الترند أعلم بحضراتكم من جديد والوقت معاكم دايما بيجري بسرعة نروح لآخر فقرة معنا في برنامج الترند وهي متعلقة بمشاركة الجمهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة هل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيل الأهلي في مطش المولين؟ شاكر محمد بيقول أتوقع تغيير ياسر إبراهيم ببدر بنون ولكن أنا من وجهة نظري ياسر بيقدم مستوى خرافي وهذا لا يقلل من السلطان سلطان بنون يعني وهذا القرار في الأول الأخير بيقدم المدرب القدير بيتسو موسيماني طيب رأي آخر معايا أحمد عمر بيقول لأ يسبت نفس التشكيلة كويسة جدا جدا الشناوي أكرم ياسر أيمن معلول حمدي السلية أفشا الشحات طاهر شريف طيب دي كانت أراء الناس بخصوص تتوقع حدوث تغيير في التشكيلة لا الناس يعني رايحة في سكة نرجع للتشكيلة الأساسية وفي نفس الوقت بتشيد بياسر بدي لكن في النهاية أنا اللي بصراحة عجبني جدا أن الأساسي زي الاحتياطي بيتسع عنده خيارات فنية زي ما هو عايز بيختار وبيعمل تشكيلة وتوليفة في كل مباراة حسب الظروف اللي ممكن يحتاج فيها التشكيلة الأساسية اللي ممكن تأدل غرض وتعمل نتيجة طيبة وأداء مميز جدا إن شاء الله بإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند بشكر حضراتكم بالتأكيد لحسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي بكرة بإذن الله شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء